السلام و مرحبا بكم معي اليوم في وصفة جديدة من مطبخ الأحلام لماذا لا تشتركوا في القناة و اشتركوا و لماذا لا تفعلوا شرس تنبيه يفعلوا هذا كبير يسلكوا الجديد ان شاء الله كما راكم تشوفون اليوم سننضير مع بدنا وصفة تعليق خابسة وصفة سهلة بسيطة و العجينة تحق أسهل ما يكون راحوا مباشرة المقادير و طريقة التحت في وعاء سنضع هنا ثلاثة كيسان تالح ليب كل كاس معيار تاعو مئتين مليلتر نضع هنا ثلاثة كيسان و نجيب معهم نصف مغرف صغيرة تاع الخل و مغرف صغيرة تاع السكر و مغرف صغيرة تاني تاع الملح حين ننسيت محطيتها شهنايا و نضع زوج مغرف كبار تاع الزبدة تكون دايبة و نخلط كله مع بعضها و نزيد نجيب الفارينة تاعي و نضيفها بالتدريج أنا عندي هنا ثلاثة كيسان تاع فارينة و نزيدهم و نخلط كله مع بعضها حتى تحصلوا على العجينة تكون خفيفة نوعا ما لا يجب أن تكون لكم جارية تقيلة بزيف نبقوا برك خلطوا حتى تشرب الفارينة كل السوائل و نستطيعون ندرونها بالبراميكسر حتى نتأكدوا بلي ما بقاوناش الحبيبة ندرونها بالفارينة و نخلطوا مليحة نشوفوا العجينة كيف يكون ما يكون شطقيل و ما يكون شماء بزيف خلاص جاري تكون خفيفة برك و مليحة هذه هي العجينة تانا أسهل ما يكون نحضر الحشوات في مقلاء ندرت شوية زيت سوف ندرها بالجاج بانسير الحشوات ستكون اختيارية هنا الجاج قليته شوية في الزيت زيت له الملح زيت له شوية قصبر شوية فلفل لكحل شوية كاري و زيت له شوية توابل تعشاورما باش نتحصر على الدوق تعشاورما في الجاج تاعي زيت له سنة التوم باش ما تتحرق ليش هذيك التوم و بعد كي طيب خلاص نزيد له مغرف صغيرة على كخام فخاش و نعطي له تقليبة صغيرة و نطفي عليه و في الزيت له هادك انا جبت حباب بصل ولا زوج حبات على حساب الكمية انا هنا استعملت البصل الاخضر و زيت له زوج حبات تاع سنارية ولا زرودية و حبات تاع فلفل اخضر و نقلب كل شي مع بعضه و نقليهم و نطيبهم عادي زيت لهم سنة التوم مليحة كبيرة و نخلط المكوينة كامل و زيت لهم نصف مغرفة كبيرة تاع طماطم الباطا و نصف مغرفة كبيرة تاع الهريسة كما لك نحب نجيوها شوية حارة هذه هي و نطيب تكتوكة تاعي حادي و في المقلة اللي حنطيب فيها الكخاب ندهنها بشوية زبتة و ننجيوها به فالرنر ثم نسيوها و نزيلتهم من سواء 감사합니다 نبال ملحة حمرهم جدا بذلك هذا هو طيب حم كامل بعد طيب حم كامل خفيفة ورقة رقيقة لا تقطع لا تخشينها لا تقليل نضع الورقة نضع الورقة نضع الورقة نضع الورقة نضع كمية مايونيز اختيارية نضع الورقة نضع مايونيز وضع تشوكسوكا نضع البصر والفلفل نضع كمية الدجاج 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 نضع لك نضع جبن مبشور نضع لك نضع الجبن على سندويتش نضع 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 على 4 نضع هذه هي الحبة لديها بالجاج ونزيد الحبة الثانية سنضيفها بنفس الطريقة ولكن في بلاسة الجاج سنستعمل لحم الفرن كما عندي من البارح نستعملها بنفس الطريقة نستعمل الطنطع الزيت نقفل عليها بهذا الشكل نضيف مقلة سخونة ونطيبها معادي نضيفهم يتحمرون على زوج الجهات نضيفهم حتى يحمروا ويكتسبوا هذا اللون الذهابي ويجيوا يتقرمشوا شوية بهذا الشكل هذا هو ملك رابتنا على نهار اليوم الوصفة سهلة نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم لا تنسوش تجربوها وإلى عجبتكم ديروا لي لايك وخليوا لي في التعليقات عندكم اي سؤال ولا اي استفسار خليوا لي تاني في التعليقات المهم يبقى لي نقولكم اطهلا في روحكم وسلام يا مجدت ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة